شاركت في خمس مسابقات مرتين في الآسيوي ومرة في البلطيق ومرة في الأوروبي ومرة في الخليجي وحققت ميداليتين ذهبية في الخليجي وبرونزية في البلطيق في البداية كنت في صف سادس ابتدائي في مدرسة في الدمام فكانت هذه المدرسة تستضيف في الأولمبياد في ذيك السنة فأستاذنا رشح طلاب من الفاصل وأنا كنت من ضمنهم أن ندخل في دورات أساسية حق فريق العلوم فدخلت حق دورات أساسية فريق العلوم وأنا أصب ما كتعارف إيش هو الأولمبياد ولا إيش نسوي فيه فدخلت وكان سبوعين فيه كون تدريب وبعد ذات تدريب ما توقع صناح أحد ترشح إلى الملتقيات بعد هذه دورات الأساسية وبعدين دخلت مقياس موهبة في نفس هذه السنة وجبت حقق درجة ممتازة لكني ما كنت أبغى صراحة أدخل فاصل موهبة وأغير المدرسة لكن أهلي أقنعوني وحاولوا فيني والحمد لله يعني أنهم أقنعوني وما خلوني أبقى في ذيك المدرسة ودخلت مع فاصل موهبة وفي ذيك المدرسة اللي رحت حق فاصل موهبة كانت أيضا تستضيف الأولمبياد ودخلت الأولمبياد الرياضيات وكملت معهم سنتين وبعد ذي السنتين انتقلت لفريق الفيزياء وحمد الله دخلت مع المنتخب السعودي أحدثوا تغيير الكبير يعني كانوا أهلي وأصحابي لأنهم يعني اللي يساعدوني أصحابي وقفوا إياي في الطريق لأن الطريق صعب فكنت تحتاج دعم يعني أصحاب والناس تغير معهم جوا والأهل طبعا الدعم من كل النواحي وفروا لي كل الاحتياجات والحمد لله من انضمام الموهبة في البداية دخلت ملتقيات مع فريق الرياضيات واستفدت يعني شيء كبير مرة فلما دخلت مع ملتقيات الفريق الفيزياء كان عندي أساس قوي في الرياضيات فهذا اللي ساعدني أبدأ في الفيزياء وبعدين دخلنا التدريب المكثف وكانت تدريب جدا قيم منها تعرفت على أشخاص كونت علاقات مرة كبيرة وتعوت على أني أعتمد على نفسي في الحياة وفي الأمور هذه واستفدت معلومات يعني كبيرة جدا من ناحية العلمية مشاركة جاية إن شاء الله راح تكون في تاريخ 10 جولاي اللي هي مشاركة مسابقة الألمبياد العالمي اللي هي آخر مسابقة راح أشارك فيه هذه السنة وإن شاء الله يعني نحقق أفضل إنجازات بعد هذا التدريب الكامل يعني هذه مسابقة اللي نختم فيه المسير موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر